السلام عليكم و اهلا و سهلا بكم فيديو جديد و اقتراح جديد و ان شاء الله يلقيكم هذا الفيديو في تمام الصحة و العافية وصفتنا اليوم غن تقاسم معكم طريقتي في تحضير ليني مولا لسيقار من المداق ديال الطون و الزيتون كي يجو تماما بحال يدرنا فيهم كيميا مهمة ديال الحوت صراحة كي يجو رائعين بامتياز لداد مداق رهيب انتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم واي وحدة ضربتها الوصفة انتمنى انها تبدل ليني في التعالي قيف هالجوها كي ما كاتشوفو كي يجو مقرمشين ولداد ولداد ما تشبروش منهم ما تنسوا اني شمال لايك بالفيديو ونخليكم مع بقي التفاصيل اذا بسم الله على بركتي الله بنسبة الحشوة غنحتاج لها هنا جوج حبات ديال البصل اللي فرمتهم و قطعتهم مربعات صغار حبت دي الفلفل احمر تهي قطعتها مربعات صغار حبت فلفل اخضر حتى هي قطعتها من نفس الطريقة هنا زيتون اخضر وزيتون اسود الكيميا كاسبقالي كومتو مشحل كتفضلو لي هاشيتهم وكذلك واحد من نص حمضة مصيرة بنسبة التوابل غنضيف معلقة صغيرة عفوان ديال البابريكا ولا التحميرة رس ديال معلقة ديال البصار ولا فلفل اسود كذلك واحد معلقة ديال العطرية ديال الحوت ما تكتلوش منها بساف كذلك هنا غنضيف واحد الفصل ديال التوم اللي غنحكو على اتشكل وغنضيف واحد الكيميا ديال زيتون غن تشحر في هادي المكونات بنسبة لما ينموكوش زيتون ممكنو تديرو زيت المائدة انا كاسع من زيت زيتون الحورة ما تجيش موركو جيزوينة وحلوة هنا من بعد ما يتشحروا المكونات كاملين ويتبالو اعطوهم الوقت اغنضيف هنا جوج عولة بديال الطون اللي زولت منهم الزيت ومن بعد غنحاول نخلطهم وانتسنا تقريبا واحد جوج دقيق بما يتشحروا المكونات ويتخلطوا مع بعضياتهم في هادي المكونات تشحروا هناخد هنا واحد المكعب ديال الشعيرية الصينية ديال الاروز اللي كنستعمل كالجيزوينة غندرها في واحد الكاسرول وغنكوب عليها المسخون حتى كياغطيها وانتسناها حتى كتلق من بعد كن قطعها كنصفيها من المهو اللوبل هتكن قطعها يعني كما كتشوفوا على هاتشكل غنضيفها على بقية المكونات ويتشحروا مع بعضياتهم مزيان 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 ملأ احسن دفوع واحد كمية قليلة باش ميجيكوش الحشوه حلوه اعفوا مالحة في الاخر مباد ما كانت شحر ديال الشعيرية الصينية بعض بقية المكونات كنضيف جمعاء الكبار ديال الجبن جبن طاري إلا ما عندكوش ممكن تكتافيه بعض جوج مكعبات ديال الجبن ديال التهن او لا جوج متلاسات بحال 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 مهم هنا كما كتشوفوها هي الحشوه ديالنا مبعد ما ما تشحرت مزيان وملي كان نضيفو تلك الجبن كي يعود يطلق وكي يطلق الماء خليو حتى كي يعني الحشوه كتنشف ملي كتديو فيها ويجيبو فيها كتحسوها كتلة واحدة يعني ما فيهاش الماء هنا صرف البنات كان نحطوا هذه الحشوه على جانب وغناخدوا الورقات البسطينة ديالنا أنا حيث بيتها عندي يعني اجتها من الباح وضحتها في الفريقو كان ستعمل هادي ديال البوخة لأنها كانت تصبر المجمد وما كانت تقطعش غنحيي لي هذوك الأطراف اللي يشوفو على هاتشكل ومن بعد غنوريكم طريقة باشا نقطعوها بلا ما يخصل لنا وان يعني نستعملوا الورقة ديالنا كاما كان اخدو هنا الورقة كان قطعوها في اللول على جوج ومن بعد كان نضيف الدك النص كان حطوه على النص الاخر وكان عاود نقطعهم تاني يعني كل ورقات قريبا نقطعناها على 4 ديال الأجزاء وضارولي الورقة ديالنا وضعوها في واحد البلاستيكة ولا نقطعوها بسلوفان يعني كما كتعرفو ركات نشوفو ممكن تقصح معاكم بنسبة هنا باش غندهنوا الورقة ديالنا كان ناخد هنا واحد معلقة صغيرة ديال البابريكا ولا التحميرا غنكوب بعدها واحد الكيمية لبأسة بها ديال زيت المائدة وغنحاول نطربهم عضياتهم باش طلق ديك السباغة ونحصلوا على واحد يعني الزيت ملون بالنسبة هنا ممكن ايضا تضيفوا الزبدة ممتوفرش عندي اتاخذوا الزبدة وغتدوبوها مزيان مزيان حتى تولين وازيت يعني طبخ الدك الماء كامل وحطوها على جانب وم بعد ما كتدهنوا كل ورقة بالزيت كتدلوا عليها شوية ترشيشة ديالزبدة باش كتعطيها واحد البناة رائعة بعد ما ترصبت ديك التحميرا اللي تحت غنصفيو هاداك الزيت هو اللي غنخدموه بيه ببوحده يعني الزيت بوحده كما كتشوفو كان اخدو كل ربع ديال ورقة البسطيلة بالجيها الملسكة كل من تحت والجيها الحرشة كتكون من الفوق ومن بعد كان نوضعو الحشوة في الوسط يعني في الطرف وفي الوسط على هاتي الشكل كان شكلوه على شكل سيغا وكان بداول لفو بها الطريقة رباينة وواضحة غير واحد الحاجة حاولوا ما تزيروش بزيف يعني باش ما ترتقش ليكم وفي اخر طرف كان ناخدو هنا لمودي خلطهم مع بعضياتهم هم اللي غنلصقو بيهم الاطراف موكي تديرو كذلك بيض البيض ممكن نكملوا بنفس الطريقة على طريقة سهلة حاولوا الدهن الورقة ديالكم مزيان 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 علش لانه غن صيبوها في الفرن او غن طيبوها في الفرن يعني خاص تكون نيد دمم مزيان باش تقرمش ايه لكن انتو غن تقليوها لا داعي انكم يعني تديرو ليهم الزيت او اللي تدهنوه بالزيت كيما كتلكم الى عندكم الزبدة دوبوها مزيان تتولين واسطة ركا تحطي واحد المعدة قزوين مورما كتدهنو كل وريقة بالزيت ديرو الشيشة او اللي تدهنوه شي شوية بهذيك الزبدة ركا تحطي واحد الطاقة طيرة كنكملو بنفس طريقة لبنات وهذه اللي نيم را كنحطوهم في واحد ورقة في واحد طاوة ديال الفرن اللي فرشنا فيه ورق الطبخ وكنستفوهم فيه كما كتشوف هذه الحشوة خرجت لي تقريبا اه 14 سيغار ماشي صغير ورين راكبا من بعد هنا يا كنت هنوهم بنفس الزيت من الفوق باش يجوا من قرمشي من الفوق بطريقة الطهية لبنات ضروري نكون الفرنس خلناها اه قبل على درجة موازي راكبا من الخلف ورين راكبا من الاخرى بشكل او لا تحرقوا اي موزاريلا اخذ الفرن ساخن 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 اذا هذه النتيجة النهائية لسيجار انتمنى من كل قرمشين لكم تجربوهم شوفوا القرمشة كي يجو قرمشين وخفاف والدلدات ما تصوروش لده ديالهم غير مقادلة هي بسيطة بالنسبة لي ما بغاش للبصلة والفلفلار ممكن يديرو كذلك الخضر غير بها الطريقة كي يجو اكتر من رائعين نخليكم وصلت لنهاية ديالفيديو انتمنى من كل قلبي ان الوصفة تعجبكم ما تنخلوش عليها باللايك وكذلك البرتاج للوصف مع الحباب والاصدقاء ونخليكم الى فيديو اخر والى وصفة قديمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة